اشتركوا في القناة وكيف من الممكن ان يكون الانسان المؤمن عن طريق صلته لرحمه ان يكون داعيا لاهل البيت سلام الله عليهم بينا بان اهل البيت سلام الله عليهم عندما اوصوا شيعتهم بان يكونوا دعاة لهم صامتين ارادوا منهم بان تكون افعالهم وتصرفاتهم هي حاكية عن مذهبهم وعن اعتقادهم بحيث ان الانسان الغريب او الذي لا يعرف هذا الشخص بمجرد ان يشاهد سلوكيات هذا الانسان ويشاهد تصرفاته مع الاخرين يعلم بانه منتمي الى مذهب اهل البيت سلام الله عليهم فيكون هذا الامر هو سبب في هدايتي وسبب في دخولي لمذهب اهل البيت سلام الله عليهم في هذه الحلقة سنتناول بعض الروايات الاخرى التي تناولت اثار صلة الرحم هناك رواية وردت عن الامام الرضا عليه السلام انه قال يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء هنا رواية صريحة من الامام الرضا عليه السلام على اهمية صلة الرحم بحيث ان الانسان الذي يصل ارحمه يكون هذا الانسان من الاشخاص الذين يمد لهم في العمر في هذه الدنيا يعمرون في هذه الدنيا فالامام عليه السلام يبين بان الانسان قد يكون بقي من عمره ثلاث سنوات قدر له بان يموت بعد ثلاث سنوات ولكن بسبب انه في هذه الفترة وصل ارحمه واحسن اليهم وكان بارا بهم الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الثلاث سنوات الى عشرة اضعاف يجعلها ثلاثين سنة لنفرض بانه انسان عمره الان سبع عشرين سنة هذا الانسان مقدر له من الله سبحانه وتعالى بان يموت في عمر ثلاثين سنة ولكن اذا وصل رحمه الله سبحانه وتعالى يمد هذه الفترة الى ثلاثين سنة اخرى بحيث انه يموت في عمر سبع وخمسين سنة بسبب انه كان واصلا لرحمه كذلك رواية اخرى وردت عن ميسر او عن ميسر قال ابو عبدالله الصادق عليه السلام يا ميسر او يا ميسر قد حضر اجلك غير مرة كل ذلك يؤخرك الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك هذه الرواية الامام الصادق عليه السلام يبين لهذا الشخص الذي كان من احد اصحابه بانه قد حضر اجلك اكثر من مرة كان مقدرا لك يا ميسر بان تموت اكثر من مرة والان كان من المفترض انك الان كنت ميتا ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب انك كنت بارا باهلك وكنت واصلا لرحمك الله سبحانه وتعالى في كل مرة عندما كان يدن اجلك كان يؤخر اجلك بسبب انك كنت واصلا للرحم كذلك في رواية اخرى عن الامام الباقر عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اوص الشاهد من امتي والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وارحم النساء الى يوم القيامة لاحظوا اهمية هذه الوصية بحيث انه ليست وصية خاصة بمن كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وآله لا ان النبي صلى الله عليه وآله اراد بوصيته هذه ان تبلغ جميع الناس من وقتها الى يوم القيامة بماذا كان يريد ان يوصيهم النبي صلى الله عليه وآله قال ان يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة على مسيرة سنة فان ذلك من الدين هذا الانسان الذي يريد ان يكون داعيا لاهل البيت ويجب عليه ان يلتزم بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله بان يصل ارحمه ولو كانت على مسيرة سنة يعني تعلمون بأنه الوسائل النقل والتنقل في الوقت الماضي كانت تستهلك وقتا تستهلك جهدا من الإنسان بحيث أنه لم تكن هذه السهولة الموجودة في أيامنا هذه النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا كان بينك وبين أحد أقربائك أحد أرحامك مسيرة سنة سفر سنة كانت هذه المسافة بينك وبينهم فاذهب إليه وصل رحمك في هذا المجال فإن ذلك من الدين هذا الفعل هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله هذا هو يمثل دين الله سبحانه وتعالى فالإنسان أو هذا الشخص الذي أنا قطعت هذه المسافة الطويلة لكي أصله ولكي أبره عندما يشاهد مني هذا التصرف وعندما يلمس مني هذا الفعل هل تعتقدون بأنه لا يكون هذا الفعل مؤثرا في نفسه ألا تعتقدون بأن هذا الفعل سيكون داعيا لكي يتمسك هذا الإنسان بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أو إذا كان هذا الإنسان الذي هو أحد أقاربي أو أحد أرحامي كان على غير مذهب أهل البيت سلام الله عليهم والعياذ بالله عندما يجد بأنني قد استهلكت هذا الجهد الكبير وأمضيت هذه الفترة الطويلة فقط لكي أذهب وأصله وأبر به ألا تعتقدون بأن هذا الفعل سيكون مدعاة له لكي يدخل في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم نعم هذه الأفعال وإن كانت أو كنت تجدها بسيطة وأنها أشياء عادي نستطيع أن نقول ولكنها تترك أثرا بليغا عند الناس خاصة إذا كانت نابعة من القلب نابعة من الاعتقاد الإنسان الذي يصل رحمه وهو يعلم بأن هذا الفعل يقربه إلى أهل البيت سلام الله عليهم هذا الفعل سيترك أثرا بليغا في قلوب الناس نعم أنا في بعض الأوقات من الممكن أنني بسبب الإحراج بسبب مثلا عدمي التوبيخ من أقاربي من أرحامي أذهب وأصلهم أو أبرهم أو مثلا لنقول أنه في العيد مثلا أذهب لكي أسلم عليهم لكي ألتقيهم ولكن لماذا لست لأنني مقتنع بهذا الفعل لا من باب أنني إذا لم أذهب سيعتبون علي أو يوبخوني أو يتكلمون علي بالسوء هذا الفعل لا يترك أثرا كما أن الإنسان يفعل هذا الفعل عن عقيدة عن رضا تام عن تمسك بمبادئ ووصايا أهل البيت سلام الله عليهم هذا الفعل يترك أثره البليغ إذا كان نابعا من القلب فإذا وجد الناس بأن هذا الفعل أنا أقوم به عن رضا عن تمسك بوصايا أهل البيت سلام الله عليهم سيكون له الأثر البليغ في أنفسهم ويكون سببا في هدايتهم كذلك رواية أخرى وردت عن أبي حمزة ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل لاحظوا هذه الآثار العظيمة لصلة الأرحام بحيث أنها ليست فقط لديها آثار في عالم الآخرة وأنها فقط تؤدي إلى زيادة حسنات الإنسان نعم هذا كله مضمون للإنسان ولكن أيضا في مقابل ذلك هناك آثار وضعية للإنسان الذي يصل أرحامه أولا هذا الإنسان الذي يصل أرحامه يكون خلقه حسنا صلة الرحم تؤدي إلى أن تكون أخلاق هذا الإنسان حسنا كذلك تسمح الكف يعني ماذا؟ يعني تجعل الإنسان كريما تجعل الإنسان سمحا في عطائه في تعامله مع الآخرين كذلك تطيب النفس تكون نفسه طيبة غير خبيثة وكذلك الأمر الآخر تزيد في الرزق هذا الإنسان الذي يعاني من قلة الرزق هناك وصفة ناجحة من أهل البيت سلام الله عليهم من الإمام الصادق عليه السلام بأنه إذا أردت أن يزيد الله سبحانه وتعالى في رزقك عليك بصلة أرحامك هذه كلها آثار لمن يصل أرحامه في هذه الدنيا كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال صل رحيمك ولو بشربة من ماء بهذه الدرجة بحيث أنني أستطيع أن هذا الفعل يستطيع جميع الناس القيام به الإنسان الذي لا يمتلك المال الكافي أو لا يعد غنيا يستطيع حتى بشربة ماء أن يصل رحمه الإنسان يستطيع أن يصل أباه يصل أمه يصل أخته أخاه بطريق شربة ماء أنما يجد مثلا جالس مثلا على مائدة طعام أو مثلا في فصل الصيف في حرارة الصيف يجد بأن أحد أرحامه عطشان يستطيع أن يكون واصلا لرحمه حتى عن طريق جلب هذا الكأس من الماء لهذا الإنسان صل رحيمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما توصل به الرحم أو توصل به الرحم كف الأذى عنها أفضل شيء أستطيع أن أصل به أرحامي ليس فقط عن طريق الفعل الإيجابي أو السلوك الإيجابي كما يعبر عنه لا حتى عن طريق الامتناع عن طريق السلوك السلبي أستطيع أيضا أن أصل أرحامي هذا الإنسان الذي يكف أذاه يكف أذاه عن أرحامه لا يختابهم لا يؤذيهم لا يتكلم عليهم بسوء هذا كله يعد واصلا لرحمه هذا الإنسان الذي على العكس من ذلك يمدح أرحامه يحاول أن يسد بعض الثغرات التي تصدر منهم يحاول أن يمحو بعض السيئات التي قد تصدر منهم هذا أيضا يعد واصلا لرحمه وصلة الرحم الإمام الصادق في تتمة الحديث يقول منسئة في الأجل محببة في الأهل هذا الإنسان الذي يكون واصلا لرحمه أولا يكون عمره مديدا وثانيا يكون محبوبا في أهله لماذا هذه الآثار الوضعية لهذا الفعل صلة الرحم بحيث أنه يكون الإنسان طويل العمر قد تكون من أحد أسباب ارتباط طول العمر بصلة الرحم بأن هؤلاء الأرحام الذين أنا وصلتهم في هذه الدنيا سيدعون لي عندما أقوم بصلة الرحم وهذا الأمر جميع المؤمنين لمسوه على أرض الواقع ويعلمون بهذا الأمر تجدون بأنه عندما أذهب إلى أقربائي إلى مثلا أهلي إلى بعض خواصي أو أرحامي وأجلب إليهم بعض الفواكه بعض الأطعمة بعض المساعدات نستطيع أن نقول حتى وأن كانوا غير محتاجين حتى وأن كانوا أغنياء أجلب لهم بعض الهدايا عندما أعطيهم هذا الأمر أو هذا الشيء تجدون بأنهم يدعون لي ودعاء المؤمن بحق أخيه المؤمن مستجاب فالله سبحانه وتعالى قد يكون من أحدى أسباب إطالة أعمار الإنسان أو عمر الإنسان الواصل لرحمه قد يكون من أحدى أسبابه بأنه استجاب دعوة أخيه المؤمن في حقه فلذلك أطال له في أموره جعلنا الله وإياكم من الذين يصلون أرحامهم في الدنيا وينالون شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر